يخرج الناس كيف حالهم حفاه عراه غرلا بوهما حفاه بلا أحذية عراه بلا ألبسة غرلا أي القطعة اللحمة التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل بوهما مثل خلاص الأفئدة هواء يعني إنسان في رعب وكيف لا يكون في رعب لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية السعر قيامة هو ما حدث فيها من أهوال يعود الناس مرة أخرى فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم يوم طويل طوله خمسون ألف سنة كما قال الله جل جلال هناك أشكال مختلفة للبشر أما أولياء الله وأسأل الله أن نكون منهم فوالله لن يخزيهم الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما استهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم وهم الفزع الأكبر هذا الفزع هذه القيامة لا تحزنهم أبدا ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعق لأن الله وعد أن لا يجب على عبده خوفين ولا أمني من خافني في الدنيا أمنته يوم القيام ولذلك يخرجون آمنين يكسوهم الله يوم يعرى الناس ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر وتبدأ الأمور تحدث خلاص الملك ملك الله يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد أخرج فلا يقف في ذلك الموقف يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلال يا فلان أنت نشأت في طاعة الله أخرج يا فلان أنتم تحببتم في الله أخرجوا يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك أخرج يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صادقتك أخرج فيخرج هؤلاء كلهم وانت واقفت تتفرج شوف واحد من هنا وواحد من هنا يذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلال ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخير المحجلة ثم يخرجون وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده يخرجهم من هذا المقام لماذا؟ لأن المؤمن أبدا لا ييأس ولا يبأس بل تستقبره الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس ويأكلون يوم يجوع الناس ويربون يوم يعطش الناس ويلبسون يوم يعرى الناس وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سيطوقون ما باخلوا به يوم القيامة فتجدهم يعذبون تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل منهم من يغطيه العرق تخيل إنسان كأنه في مسبح فاتغطي بالعرق وهناك ترى أقوام مثل الذر يطعهم الناس أولئك هم المتكبرون وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خيل المشهد تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك المتكبرون المسبلون المنانون الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيام يا الله ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان تخيل إنسان يحشر مع الناس أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا الذي يحدث يوم القيامة خمسين ألف سنة والناس واقفة المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الخمسين ألف سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر يا الله ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع لماذا؟ لأنه ضيف على الله حبيب إلى الله نجح في الاختبار لا يمكن أن يخزى أبدا أما أولئك فاليوم طويل والعقب كأوت بعد أن يقف الناس خمسين ألف سنة يمل الناس ويضجرون فيصحون يا ناس خلصون مما نحن فيه فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا أنت نبي الله اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف فيقوم آدم ويقول أنا قد أكلت من الشجر وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي آدم عاش في الدنيا أكثر من ألف سنة يذكر الذنب الذي فعله وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله اذهبوا إلى غيري فتنطلق البشرية كلها تمشي يذهبون إلى من بعده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيا نوح اشفع لنا فيرفض لأنه طلب من الله طلبا خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يغفر لابنه فينطلقوا يقول اذهبوا إلى غيري فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لأن قد كذبت ثلاثة كذبات ثم يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته ثم بعد ذلك يقول اذهبوا إلى غيري فيذهبون إلى عيسى فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل ويقول الله له ارفع رأسك يا محمد سلت عطاه واشفعت شفع فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله له أخرج من أمتك سبعين ألفا الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب الله أكبر ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب فتكون شفاعته شفاعتين شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب وشفاعة خاصة لأمته أمتنا التي نحن منها والحمد لله بعد ذلك تحدث أهوال وأمور عجيبة بينما الناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم وبعد أن يأذن الله عز وجل يأتي ربنا لفصل الخضاء يقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي ربنا عز وجل اتيان يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بل العباد وأول من يأتي ملائكة تحمل العرش ويحمل عرش ويحمل عرش ربك فوقهم ما يصن فكيف من رأسه إلى قدمي ثمانية ملائكة تحمل عرش الرحمن ثم يأتي ربنا عز وجل ولكن لا أحد يراه لأن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا لمن رضي عنهم وهم أهل الجنة ولذلك ربنا لا يرى إلا في الجنة نسأل الله أن لا يحرمنا فضلا يا أخوان أسألك سؤال قبل عشرة أشهر وخمسة أيام أين كنت تذكروني يا أخوان هل تذكر قبل عشرة أشهر وخمسة أيام ماذا أكلت ماذا قلت ماذا عملت لا تذكر لكن كل شيء في كتاب عند ربي لا يظل ربي ولا ينسى موجود في الكتاب الذي سوف تقرأه وهذا العرق هو التجهيز لما هو بعده ما الذي بعد العرض بعد العرض تنصب محكمة عظيمة شهودها جوارحك جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلنا ما يؤمرون المتهم أنت والقاضي الله جل جلاله فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا خداع هذا اسمه الحساب من يحاسب يهلك لن يحاسب أحد ذلك الموقف إلا ويهلك قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب فقد هلك فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيش حسابا يسيرا قال يا عائشة إنه ليس الحساب والله لو يحاسبنا الله عن كل ريال من أين أخذناه وفيما أنفقناه والله نهلك ولو يحاسبنا الله عن شبابنا فيما أمضيناه فعلا بالدقة والله نهلك ولو يحاسبنا الله على كل كلمة قلناها والله نهلك لكن الله عز وجل يعرض علينا أعمالنا ليقرها فنعلم إذا رحمنا أنه لم إذا نجونا أننا لم ننجو إلا برحمة الله عز وجل ولذلك عندما تبدأ المحكمة ينادى الإنسان يا فلان بن فلان فيقوم العبد تخيلوا يا أحبابي المشهد تخيل المشهد وأنت تقبل عن الله البشر كلها خلفك تنظر إليك فيهم الأنبياء وفيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأنت مقبل فتدخل تعلم أنك ستقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية وسيوضع أمامك كتابك تقرأه بنفسك والله موقف رهيب يا أخوان وهذا نحن كلنا سنأمر بهذا الأمر لكن ما الفرق أن من رغي الله عنهم وأسأل الله أن نكون منهم عندما يقفون بين يدي الله يسترهم الله فلا يراهم أحد إلا الله يغشى ستر كذا من الله عز وجل ما عاد ينذرون الناس إليه ما يدروا بي الرحل فيقف أمام الله فيقول الله تعالى ألم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا أما فعلت في اليوم الفاني كذا أما نمت ذلك اليوم عن الصلاة أما قلت ذاك اليوم في فلان وفلان أما سمعت أما أعطيت أما بعت أما 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 وهذا ينظر 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 يقول نعم 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 وهو خائف تخيل الموقف الحين أنت لو أنك سوف تقف أمام أنت ماشي في الشارع يوقف جند المرور من أجل أن يسألك لقلبت معك رغصك معك أوراقك وبدأ الخوف يرتعد حتى يذهب وهو بشر فكيف الأقوف بين يدي الله ولذلك العبد المؤمن عندما يقره الله بكل هذا يقول الله له لقد طلبنا سيئاتك هذه كلها إلى حسنة رضي الله عنك خلاص وإذا رضي الله عنك يرضيك شوف إجماعة الله ماذا يقول يقول رضي الله عنهم وإيش ورضو عنه يعني أنت الآن عندما يرضيك الله عز وجل يا عية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فلا تخرج إلا وأنت راضي ولذلك يفرح العبد ثم يقول الله له خذ كتابك فيحمل كتابه بيمينه ويخرج إلى الناس ويقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي العبد الآخر الذي يحاسم وهو قد يكون من المشركين أو إلى آخر أنهم إذا حوش سب ونوقش خلاص سهلك لأنه لن نستطيع أن ينجو أبدا فإذا أقر بما عمل يقول الله له خذ كتابك بشمالك فكيف يأخذ تلوى ذراعه خلف ظهره ثم يرصق الكتاب في ظهره ويخرج وهو مطاطئ الرأسه يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فيأتي الأمر كالصاعقة خذوه فظلوه ظلوه يعني ربطوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ما معنى سلكوه تدخل من دبره وتخرج من ذبه وعرض السلسلة سبعون ذراع سبعون ذراع يعني تقريبا أربعين متر عرضها يعني عرض هذا البسكت السلسلة ثم يسحب خذوه فخلوه ثم الجحيم صل فيرمى في جهنم ثم يأمر الله تعالى كل أمهم أن تتبع ما كانت تعبد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون فيساق أولئك الكفر إلى النار ويذهبون إلى جهنم ثم بعد ذلك يبقى من رضي الله عنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأمم ينتهي الحساب ينتقلون بعدها إلى شيء اسمه الميزان الميزان له كفتان الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين من ضخمتها ومن دقتها ودقة صنع الله أن الذرة بل الخردلة تزينها التمره نواتها القطمير هذا النواه عليها غشاء كم وزن هذا الغشاء بالله هذا يرجح في كفة الميزان من دقة صنع الله عز وجل ثم بعد ذلك يوزن العبد بأعماله أنت وأعمالك توضع فإن رجحت حسناتك على سيئاتك نجوت وإن رجحت سيئاتك على حسناتك عذبت أنت ما وصلت لهذا المكان إلا أنك من أهل لا إله إلا الله يعني أنت نجوت من قضية الخلود في النار لكن قد تحاسب قد تمر على الصراط والنار وعيغل ذلك الله أعلم لكن المهم أنك أنت نجوت الآن من قضية الذخول والخلود في جهنم إلى أين يذهب الناس بعد ذلك يذهبون إلى أخطر مرحلة من مراحل يوم القيامة ألا وهي البرور على الصراط إذا أقسم الله يا كرام فلابد أن ننتبه فقسم الله عظيم ربنا أقسم بنفسه فقال فهو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ساقطون على ركبهم ثم لننزعن النزل هو الجذب بشدة من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية لماذا كل هذا القسم يا رب قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية أمر منتهي كل الخلائق بما فيهم الأنبياء سوف يمرون على الصراط الكفرة ظلام ما يرون شيء النار عمقها قعرها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فسمع صوت ضربة فقال تعلمون ما هذا الصوت قالوا الله ورسول أعلم قال هذا حجر أنقي في النار منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قائرها تخيلوا يا أخوان نار عمقها سبعين سنة كم هذا العمق تعني أنت لو تبي تقذف حجر من الطائرة التي ترتفع عشر كيلو عن الأرض قد يأخذ دقائق حتى يصل الأرض أليس كذلك؟ فكيف بعمق سبعين سنة والصراط مضلوب على متن جهنم أدق من الشعر أحد من السيف وله روغان وحوله كلليب وظلام دامس وتمشي بالنور الذي أنت كسبته بأعمالك الطيبة ولذلك المؤمنون وأسأل الله أن نكون منهم ينطلقون كالبرق بل إن بعضهم تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ نارك ومنهم من يمرك الريح ومنهم من يمرك أجاوذ الخيل ومنهم من يمر يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يزحف يزحف يعني جالس على مقعدته ويزحف زحف لأن هذا هو النور الذي معه وخايف ليطيح تحت جهنم ومنهم من لا نور معه فتخطفه الكلاليب ثم ترمي به في النار أما المؤمنون والموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله الذين فيهم منافقين وفيهم كذبين وفيهم عصا فإنهم إذا سقطوا في النار فإنهم لا يذهبون إلا إلى الطبقة الأولى من النار ومجرد ما يقعون يحترقون فيكونون كالفحم وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا تبدى جلودهم ويموت ويحيى ويموت ويحيى لا يحترق ويبقى في النار لكنه يحرم من دخول الجنة المناثقون يذهبون في الدرك الأسفل من النار الكفار في درجة أعلى من درجات المنافقين والنار دركات كما تعلم ثم بعد ذلك الأنبياء كل منهم واقف على متن هذا الصراط ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم بعد أن ينتهي البشر من تجاوز الصراط يسقط في النار من كتب الله عليه النار وينجو أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمم فإلى أين يذهبون جاوبوني تعدوا النار وين يروحون الجنة لا باقي الجنة مش وراء طويل يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار قنطرة جسر كبير بين النار وبين الجنة يقفون فيه لماذا يقفون كل هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحلة كلهم مرحمون وكلهم أهل الجنة لكن ما يزال هناك حسابات بينهم هم أنت أبوك أخطيت في حق أبوك أنت زوجتك أخطيت في حق زوجتك أنت جارك أخطيت عليه هذا ولابد أن تصف القلوب ونزعنا ما في قلوبهم من غل لابد أن تتصاف النفوس ولذلك يبدأ الحساب بين هؤلاء أنت أخطيت على هذا ناخذ من حسناتك ونعطيه وأنت أخطى عليك فلان ناخذ من حسنات ونعطيك وهكذا هكذا حتى تتصاف النفوس ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة بأن يدخل أهل الجنة الجنة فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام ويكون هو أول من يدخلها فإذا دخل أهل جنة إلى الجنة ينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا ما يزال في أمته من لا يزال في النار سقطوا في الصراط فيلجأ إلى الله عز وجل أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول الله لملائكته أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيذهبون ويخرجون خلقا كثير من النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار فيذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يا رب أمتي لا أزال أراهم موجودون في النار يا رب أمتي ثم يقول الله أخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله من قال ليلة لله ولو مر أخرجه فيخرج خلق كثير ثم يقول الله للملائكة الذي يأذى الله لمن يشاء بالشفاعة الشهداء يشفعون والصالحين يشفعون ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيشفع البشر فإذا انتهت البشر من الشفاعة والأنبياء من الشفاعة يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة شفع الأنبياء شفع الصالحين شفع الشهداء وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيقبض جل جلاله قبضة بيده على أقوام لم يعملوا خيرا قط ثم بعد ذلك يرمون في نهر في الجنة فينبتون من جديد ويسمون هؤلاء بعتقاء الله من النار ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى مكانه في الجنة لم يمتلئ بعد فيخلق الله أقواما ليملأ الجنة لأن الله عز وجل قال عن الجنة والنار أنه سيملأها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين لابد أن تمتلئ الجنة ولابد أن تمتلئ النار ولذلك الجنة تمتلئ ثم يأتي ربنا إلى النار فيضع قدمه عليها فتنزوي لأن النار تنادي هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثم تنزوي تنزوي على بعضها فتغلق ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بكبش عظيم فيرادى يا أهل الجنة فيلتفتون نعم يا أهل النار نعم أهل الجنة عندما ينادون يخافون أن يكون هناك ما يزال حساب آخر يا رب ماذا من تهينا خلاص وأهل النار عندما ينادون يستبشرون أهل في رحمة لعل وحدة من هالشفعات تغرجنا فيريهم الله الموت على شكل كبش فيقول أتعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيقول الله عز وجل يؤمر الله بقتله فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وبذلك انتهت القصة ودخل أهل الجنة إلى جنتهم ودخل أهل النار إلى النار هذا الأمر هو الذي سنواجهه غدا ما بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت فقط قد تخرج الآن بحادث سير وتموت قد تصلي معنا الآن الفجر نصلي عليك في الراجح ما تدري الموت يأتي بغته فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف يا إخوان أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ أنا ذكرت لكم حقائق ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يا إخوة عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عرات غرلة والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله ربنا يا إخوة رحيم كريم ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا وما بسط يديه بالتوبة للامراصين في الليل والنهار إلا أنه يريد أن يرحمنا وما فتح الله أبوابه للسائلين إلا أنه يريد أن يرحمنا وما فرح الله بتوباتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا وما ضاعف الله من حسناتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا فلنبادر إلى الله يا إخوة ولا نتأخر لا نأتي يوم القيامة حسناتنا قليلة أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يحبسون يحبسون لا يذهب إلى الجنة وإلى إلى النار ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلوا لها وهم يطمعون يتمنون لله لكن ما يستطيعون لماذا صار عندهم مليون حسنا ومليون سيئة يعني يمكن لو قال سبحان الله بس وحدا زاد دخل الجنة يمكن لو تصدق ذا كلهم بريال دخل الجنة شفت الحسنة هذه البسيطة اللي إحنا نحتقرها يمكن خطوة زادها للمسجد وبالعادة يجي مثلا مئة خطوة زاد خطوة مئة واحد دخل الجنة فلا تحتقر الحسنة ابحث عنها يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك أعمالك الصالحة يوم القيامة يا أحبابي سنترف نوز حسناتنا على الناس كم شخص اغتبناه كم شخص تعاملنا معه وأخطأنا في حقه أنا أنسى وأنت تنسى الله لا ينسى ولذلك كثر حسناتك وأكثر من أعمالك الصالحة حتى إذا أتيت يوم القيامة وإذا معك زاد يكفيك لا تأتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزح حسناتها وعلى الناس أسأل الله يا أحبابي أن يعيننا على ما يرضيه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا هو ما هو أمامنا يوم القيامة فأسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على دينه اللهم يا حي يا قيوم أتوسل لك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأن ترحمنا برحمتك التي وزعت كل شيء وأن تهدين الصراط المستقيم وأن تردنا إليك ردا جليلا أسأل الله يا أخواني أن يجزيكم خير الجزاء وجزى الله إمامنا وشيخنا شيخ آدم الذي تسبب في هذا اللقاء والاجتماع المبارك معكم وإلى اجتماعات قادمة بإذن الله والله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم